شفتوا المفاجأة الغير متوقعة فيلم أبغريد اللي أنا عامل المراجعة بتاعته من سبتمبر ومنزله في أي متأفضل أفلام في 2018 نزل سينما في مصر للأسبوع ده عشان بس الناس اللي بتقول إنه بتأخر في الحلقات تهدى بقى شوية ده أنا بعمل الحلقات من قبل ما الفيلم ينزل بخمس شهور يا مؤمن لا الحقيقة سكر السينما في مصر يعني سكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبث برعاية كوكدور وترشحة أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2019 كل سنة وانتوا طيبين جميعا بمناسبة موسم الأسكر وحفل الجوائز اللي حيكون يوم الكنين اللي جاي الساعة 3 الصبح اللي هو يوم الحد لما تصهروا جامد فاهمين قصدي؟ وكعادتنا السنوية تم إطلاق مسابقة التوقعات اللي ممكن تشتركوا فيها من اللينك اللي موجود في الدسكريبشن تحت وان شاء الله حيكون فيه جوائز للمراكز التلاتة الأولى في دقة التوقعات بس لسه مش عارف هي ايه بالزبط ولكن ان شاء الله أكيد يعني حيكون فيه جوائز ويلا بينا نخش في الترشحات نبدأ ترشحاتنا السينمائية بفيلمين مصريين الأول هو جريمة الإيموبيليا من بطولة هاني عادل وناهد السباعي ومن سيناريو وإخراج لخالد الحجر الفيلم بينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق والجريمة طبعاً وفق شفت التريلر بتاعته شفتها كتير الحقيقة شفتها كل مرة دخلت السينما في آخر شهرين تقريباً وفيها بعض العناصر الجذابة وبعض العناصر الأفيلة برضو اللي للأسف منها أداء هاني عادل بس طبعاً ما فيش أي حكم على فيلم من التريلر بتاعته لازم نشوف الأول وبعدين محكم ولو فيه وقت حيكون له نصيب من المراجعات ولكن بعد الأوسكرز بقى ان شاء الله والفيلم التاني هو الفيلم الرومانسي قصة حب من بطولة أحمد حاتم وهانا الزاهد ومن إخراج عثمان أبو لبن الفيلم برضو شفت التريلر بتاعته والصراحة ما شجعتنيش قوي إني أشوفه بس جاتلي ترشحات كتيرة جداً بتقول إنه حلوة وإني ضروري أشوفه وضروري أرجعه فأنا حعمل كده بعد الأوسكرز إن شاء الله وزنبكم على جنبكم بقى لأنكم لما بتسخنوني على الأفلام بدخل بتوقعات مرتفعة ولو الفيلم طلع وحش انتوا اللي بترجعوا تزعلوا ترشحنا السينماء الثالث حيروح لفيلم What Men Want وهو إعادة معكوسة لفيلم What Women Want بتعامل جيبسون ودي بقت موضة مكررة مؤخراً بعدما الستات كسبوا السينما والعالم كله مؤخراً وبتدوا يعملوا أعمال خالدة زي Ocean's 8 وجوست باسترز للأمانة جوست باسترز ما كانش فيلم وحش خالص ولكن Ocean's 8 يعني كان يقر في الصراحة المهم الفيلم ده من بطول التراجي بي هانسن واللي ليها ظهور معانا في الترشحات المنزلية وبيدور عن ست بتعاني في العالم الضكوري لغاية لما بتكتسب القدرة على إراية تفكير الرجالة أنا شفت التريلر بتاعت الفيلم وللمفاجأة بتضحك ودماء خفيف جداً ولكني أستبعد تماماً إن الوقت يسمح إني ألحى أشوف الفيلم وأرجعه في ترشحنا السينمائي القبل الأخير حنروح لفيلم الخيال العلمي والمستقبل المظلم أليتا باتل إنجل الفيلم ده كان بينضر له باهتمام كبير كونه من إنتاج جيمس كاميرون ومن إخراج روبرت رودريجيز وبيشارك في الطلطة كريستوف فولتس ومهرشل علي ولكنه بيقدي بشكل مخيب على المستوى النقدي ومسجل 59% على روتين توميتوز وعلى المستوى التجاري حاله أفضل شوية ولكنه لسه بيواجه خطورة إنه ما يحققش نكسب رغم إنه نازل في موسم يعتبر عملياً فاضي للأمانة أنا متحمستش قوي للفيلم من التريلر وحسيت إنه لا هيكون في إبهار أفلام كاميرون ولا في جنون أفلام رودريجيز بس برضو الطلب عليه كتير وبرضو إن شاء الله حرجعه وبرضو زنبكم على جنبكم أما ترشيح السينمائي الأخير فحيروح لفيلم الجزء الثاني من فيلم هابي داث داي هابي داث داي صدر سنة 2017 وكان بيحكي عن بنت بتواجه يوم متكرر بينتهي كل مرة بموتها وده ما حمسنيش قوي لمشاهدته بس هابي داث داي تو يو شفت التريلر بتاعته في السينماء وعجبني جدا إنه بيتعامل مع حوادث قتل وموت دموية جدا بشكل كوميدي وهزلي فالصراحة ما بين كل الأفلام اللي رشحتها دي يمكن دا يكون أكتر واحد أنا سخنام عليه وعاوز أضرب الجزئين وراء بعض في أقرب فرصة ترشحتنا المنزلية النهاردة كلها لأفلام فازت بأحد جوائز الأوسكار وأصدت أنوع شوية في الجوائز وفي الجايزة اللي تهمني في كل اختيار يعني مثلا ترشحنا الأول هو فيلم رين مان من إنتاج سنة 1988 واللي ترشح لتمن جوائز أوسكار وكسب أربعة من التقال منهم أفضل إخراج وأفضل ممثل لداستن هوفمن بس أنا برشحه بسبب فوزه بجائزة أفضل سيناريو أصلي لأنه يعتبر فيلم من أفلام رحلات الطريق ودي أفلام بيتم التعامل معها غالبا بشكل خفيف ولكنها قالب رائع لتنوعات درامية نادر جدا أنك تعرف تدمجها فيلم واحد ولأن السنة دي عندنا برضو فيلم من أفلام رحلات الطريق مترشح برضو لجائزة السيناريو الأصلي وهو فيلم جريم بوك وصلت لكم الفكرة بقى؟ وديكم خدتوا ترشيحة هو وأنتم مش واخدين بالكو لا أنا مش ناقد عادي ترشحنا المنزلي التاني حيروح لأحد الكلاسيكيات الخالدة وهو فيلم قديم شوية ولكن للأمانة ما ينفعش ما يتشفش على الأقل مرة واحدة وهو فيلم الجزهوس coming to dinner من إنتاج سنة 1967 وبطولة ثلاثية مرعبة بتتكون من سبينسر تريسي وكاترين هيبرن وسيدني بواتي الفيلم اللي بيناقش قضية عنصرية من فصل واحد ممتع ورائيق وشاعري لأبعد الحدود قضية عنصرية اللي بقت دلوقتي كرت أخضر في إيد أي حد عايز يترشح لكم أن تتخيلوا بقى إن فيلم يتبناها في أبشع عصور إنكرها ويجيب عشر ترشحات أسكر ويكسب كنين والجائزة اللي تهمني هنا هي أفضل ممثلة لكاترين هيبرن مش بس لأنها فعلا قدمت أداء استثنائي ولكن لأنها سفيرة للأداء التمثيلي الرائع من الجميع أما ترشحنا المنزل الثالث فحنقرب بيه في الزمن شوية وبالتحديد لـ 1990 وفيلم دانسز ودولفز حدانة في التسعينات يا بيه اللي ما كانش شاف دانسز ودولفز كان بيتجرس أسبوع الفيلم اللي بيحكي قصة تفاعلات ملازم في الجيش الأمريكي مع قبائل الأمريكيين الأصليين واللي ترشح لـ 12 جائزة أوسكر كسب منهم سبعة فيهم اتنين لكيفن كوستنر لوحده رغم أنه خسر جائزة التمثيل أصلا الجائزة اللي تهمينا النهاردة هي جائزة التصوير لأن الفيلم ده مليان لوح ثابتة ولوح متحركة واللوح دي مليانة تنوعات والتنوعات دي بتنقل نطاق واسع جدا من الأحاسيس في لقطة معينة في مشهد حربي في بداية الفيلم تعتبر من الأسباب اللي خلتني أحب الأفلام من الأساس نتحرك من ملحمة حربية لمغامرة كوميدية ونتحرك معها سنة واحدة بس لقدام عشان نروح لـ City Slickers من إنتاج 1991 فيلم كوميدي خفيف من بطولة بيلي كريستل حاجة كده مش بتاعة جوائز خالص يعني ولكنه للمفاجأة اترشح لجائزة واحدة بس وكسبها الجائزة هي الأفضل ممثل في دور مساند للظهور الخاطف في الفيلم الجاك بالانس واللي احتفل بالجائزة بأنه لعب ضغط بدراع واحد على المسرح رغم أن سنه وقتها كان 73 سنة سر اختيار الترشيح ده هو تأكيد على أن دور قصير في فيلم كوميدي خفيف ممكن يحمل قيمة فنية أبرك مئة مرة من مئة ممثل عمالين يتشنجوا في مئة فيلم يبانوا زي ما يكونوا معقدين وهم في الحقيقة فضيين أما ترشيحنا المنزلي الأخير فحيروح لفيلم هاصل أنفلو من إنتاج سنة 2005 وده فيلم ضروري جدا أي حد بيحب الراب والهيب هوب يشوفه ومش دول بس طبعا هو فيلم رائع جدا على مستوى الدراما وعلى مستوى استعراض البروفايل بتاع بطله الفيلم ترشح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي لتيرنس هاورد وفي تقدير الشخصي كان المفروض يكسب ويمكن كمان كان يستحق على الأقل ترشيح لتراجي بي هنسل لأفضل ممثلة في دور مساند وترشح وفاس فعلا بجائزة أفضل أغنية والتي حملت عنوان It's hard out there for على مؤخذة بيمب ودي كانت تاني مرة في التاريخ أغنية هيب هوب تكسب جائزة الأوسكار بعد lose yourself لأمنام وأول مرة تتلعب أغنية هيب هوب على مصرح الأوسكار بعد ما كان أمنام اختار أنه ما يقديش الأغنية لأنه رفض تعديل الكلمات الأبيحة أيام الأوسكار الجميلة يا عاطف اللي كانت مليانة أحداث ده كده كل اللي عندي في ترشيحات الأسبوع ده أتمنى أنها تنال إعجاب حضراتكم ويريد تساهموا معنا في الترشيحات بأفضل الأفلام اللي شفتوها الأسبوع ده ما تنسوش تتفرجوا على تغطية فيلم جامد لحفل الأوسكار إن شاء الله وما تنسوش تشتركوا معنا في المسابقة وياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي اشتركوا في القناة